اللي أوله شرط أخره إيه؟ نور لا المرة دي أخره فلوس أول ما يتحط الشرط تعرف أن الفلوس جاية في حد يقرأ أنه لما تتحطله شروط يجيله فلوس ده عادة العكس يعني عادة إيه؟ يقول لك آه الشروط دي معناها أنه كده بقى الفلوس تقل الفلوس مش جاية إيه لأخره أياً كده تجي تقول لك تتكلم على إيه عم يوسف يقول لك واحدة واحدة اللي أوله شرط أخره فلوس حلوة ولا وحشة زي توتا توتا حلوة ولا ملتوتا أنا في رأيي والله لو في شروط ما وفي الآخر خالص هقبض أهلاً وسهلاً بالحلال ودي أهم حاجة طيب إحنا عارفين أن إحنا عندنا برنامج اسمه تكافل وكرامة تابع لوزارة التضامن الاجتماعي طيب من ضمن الحاجات أن إحنا ببقى فيه دعم نقدي جميل طيب الدعم النقدي ده علشان يستمر نعمل إيه؟ هنعمل شوية حاجات إذا استوفناها يبقى هناخد الفلوس يبقى كده اللي أوله شرط أخره إيه؟ فلوس أرجان بارادس الحليح طيب اللي بيحصل إنه بيتعامل حملة في كل المحافظات ليه الحملة دي؟ علشان توعي المستفيد من برنامج الدعم النقدي بيخص إيه؟ بيخص الشروط كويس؟ التي تضمن حصول أطفال الأسر الأولى بالرعاية على حقهم الصحي وحقهم التعليمي فلو حصل والشروط ده تم استفاقها والولاد دول يا حبيبي خدوا حققهم الصحية وحقهم التعليمي يبقى الفلوس نزلة يا عم حد يكره يا بيش حد بتشرط عليك بحاجة غلسة ده إحنا بنقولك تاخد بالك من صحة عيالك وتاخد بالك من تعليم عيالك تضمن إنه الفلوس نزلة بإذن الله سبحانه وتعالى الشروط مثلا يقولك إيه؟ لازم يا جماعة تتابعوا الرعاية الصحية بتاعت مين؟ بتاعت الطفل وأمه على الأقل تلت مرات سنويا يعني مرة كل أربعة شهر نخط بعضنا نروح للوحدة الصحية اللي إحنا فيها أو المركز الصحي إلى آخره نتطمن على صحة السيدة الفضلة اللي بتربي عيالنا دي أمهم والسيدة العيال اللي زاز اللي طافل حلوين اللي إحنا جبناهم الدنيا بأمر الله كل قد إيه؟ كل أربعة شهر ماشي كده؟ طيب إيه كمان؟ لازم ننتظم في المدرسة لازم نشجع ولادنا على الانتظام في المدرسة لازم نشجع ولادنا يروحوا المدرسة على الأقل يبقى عندي نسبة حضور 80% لكن أنا أقول العيال إيه عم ما تروحش ومدرسة هتعملك إيه؟ وتعالي أعلمك حاجة ما تنزل معايا الشغل لأ كده يبقى أنت إيه؟ ما بتستوفيش الشروط فتخيل لما يبقى دولة بتقولك لو سمحت خد بالك من صحة ولادك ومراتك وخد بالك من تعليم عيالك ولما تاخد بالك منهم الفلوس تنزل طيب هل في حاجة زادت على الشروط دي؟ أيوة ما حدش يجوز بناتو وهم أقل من السن القانوني